موسيقى موسيقى اهلا بكم مشاهدنا الكرامي لحلقة جديدة من فضحر نناقش فيها خيارات الحسم في اليمن بعد افشال الانقلابيين لمشاورات السلام موسيقى بعد ان استنفذت الاطراف السياسية كافة السبل لحل المشكلة اليمنية حلا سلميا من خلال المشاورات وبعد ان حظيت الميليشيا الانقلابية بتدليل الامم المتحدة والدول الرعية للسلام في اليمن اضحى الافق السياسي اكثر انسدادا خصوصا بعد رفض الانقلابيين التوقع على اتفاق السلام رافقت ذلك مؤشرات تؤكد ان المسار العسكري بات خيارا اخيرا لاستعادة الدولة واسقاط الانقلاب وتأتي في مقدمة هذه المؤشرات تصريحات رئيس هيئة الاركان بشأن بدء معركة التحرير واستعادة الدولة وكذلك عودة قوات التحالف تكثيف ضرباتها على مواقع الميليشيا ومعسكراتها في اكثر من جبهة في حين تواصل الميليشيا قبل واثناء المشاورات تمددها وسيطرتها على المزيد من المناطق خاصة في مديريات تعز وكذلك تجدد استهدافها للمناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية مستجدات عسكرية مكثفة تدور امامنا وامامها الكواليس وليس خلفها تقدم في نهم اعلان نفير عام في تعز نائب الرئيس الفريق علي محسن الاحمر يلتقي القادة العسكريين وتحليق وضرب للطائرات بشكل مكثف منذ ايام كل هذه المستجدات العسكرية تعزز ما اعلنه رئيس هيئة الاركان من انطلاق معركة تحرير صنعاء واستعادة الدولة لمناقشة هذه المستجدات الساخنة تبرز اسئلة ملحة حول ما اذا كان قد اتخذ قرار سياسي بشأن الحسم العسكري وهل ثمت استراتيجية واضحة للحسم امام الضربات الجوية والتقدم الميداني ويتم في اطار ردود الفعل ليس الا وماذا عن معركة تعز المؤجلة هذه الاسئلة وغيرها سنناقشها مع ضيفينا عبر الاقمار الاصطناعية من مأرب ركن اعلام التوجيه بوزارة الدفاع المقدم يحيى الحاتمي وكذلك سيكون معنا من تعز القادفي المقاومة الشعبية محمد النقيب ابدأ معكم ضيفي الكريمين وادعوكم للاجابة على السؤال المشترك البداية مع السيد الحاتمي من مأرب سيد حاتمي هل ستنتهي هذه الحملة التي اعلنها الجيش الوطني بالوصول الى صنعه واستعادة الدولة بسم الله الرحمن الرحيم اولا اشكرك استاذ بشير ولك التحية ولكل مشاهدي قناة بالقيس اولا تعديل الصفة ركن الاعلام بتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع نعم بالنسبة لاجابة على سؤالك معارك التحرير وكما اسلفت انت في تقريرك او في كلامك في مقدمتك عن موعد او عن العملية العسكرية وتصريح رئيسية الالكالة العامة وايضا المسؤولين العسكريين اليمنين الاخرين المعركة مستمرة المعركة ستستمر حتى تحرير اليمن ولن تتوقف الا اذا قام الانقلابيون بتطبيق القرارات الدولية والانسحاب من المدن الرئيسية وتسليم سلاح الدولة ويعادة كل ما نهب من سلاح الجيش الذي تم النهبه في العام الماضي العملية مستمرة وستظل قوات الجيش الوطني والمقاومة الوطنية ويساندها طيران التحالف العسكري يكمل المهمة والمعارك الى الان محتدمة وعلى اشدها نحو تحرير العاصمة وبقية الجمهورية اليمنية حتى تصل الى مران نعم استاذ ديحيا اذا انتقل بنفس التساؤل الى الاستاذ محمد النقيب القيادة في المقاومة الشعبية من تاز سيد محمد هل تعتقد بان اعلان هذه الحملة ستنتهي بتحرير العاصمة الصنعاء ام ستتوقف مثل ما سابقتها من الحملات السابقة تفضل استاذ محمد النقيب هل تسمعني شكرا لك اخي احياء لجميع السادة المشاهدين حقيقة اخي ان القهود التي تبذل في جميع الجبهات يعني تبشر بخطوات عملية ستشهدها الايام القادمة وستحقق يعني تقدم على مستوى جميع الجبهات ومع الاخذ بعين الاعتبار ان هناك المعرقلين وهناك المعيقين وهناك من يعمل على الابطاء بتحرك كتاب القيش والمقاومة الشعبية باتجاه العاصمة وكذلك يعني معرقلة اداء التحالف والعمل على ايجاد نوع من المبررات والدواعي التي تبطأ من سير المعركة لكن حقيقة اخي اصبح الحسم ضرورة قصوى لكون المسار السياسي والتفاوضي لا يمكن ان يصل الى نتيجة نعم نكتفي بهذه الاجابة نعم نعم سيد محمد نكتفي بهذه الاجابة اذا الخيار العسكري بات ضرورة كما تحدث مشاهدين الكرام سنذهب الان لمتابعة هذه المادة الرصدية حول ابلز محطات تحركات العسكرية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومن ثم نبدأ النقاش بعد تدخل التحالف العربي في السادس والعشرين من مارس الفين وخمسة عشر بدأت عمليات الجيش الوطني والمقاومة تسير بشكل اكثر تنظيما وقوة في السابع عشر من يوليو تم اعلان تحرير محافظة عدن من الانقلابيين تبعها في اغسطس تحرير محافظتي لحج والضالع بشكل كامل في اكتوبر من ذات العام تم تحرير مضيق باب المندب الاستراتيجي التابع لمحافظة تعز اما مأرب فلم يستطع الانقلابيون اقتحامها ثم تحولت الى مركز استراتيجي لقوات الجيش الوطني والمقاومة لحجد الاليات وتدريب المقاتلين في نهاية يناير من العام الفين وستة عشر تقدمت قوات الجيش والمقاومة واستعادت السيطرة على فرضة نهم التي تعتبر البوابة الشمالية للعاصمة صنعاء وتبلغ مساحتها الفا وثمانمائة وواحد واربعين كيلو متر مربع في مطلع شهر فبراير اعلن الجيش الوطني والمقاومة تحرير معظم مناطق الجوف ولا تزال عمريات التطهير مستمرة وفي الحادي عشر من مارس اعلنت المقاومة الشعبية في تعز تحرير المنفذ الغربي وفك حصار تعز وبعدها بأيام استعاد الانقلابيون المنفذ الغربي واعادت احكام الحصار على المدينة بسبب ما قيل انه ضعف الامداد من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي خلال الفترة الماضية توسع الانقلابيون في بعض مناطق محافظة تعز استمرارا في خرق الهدنة بعد افشال الانقلابيين لمشاورات الكويت مطلع الشهر الجاري كثفت طائرات التحالف ضرباتها على العديد من الجبهات العسكرية في التاسع من اغسطس الجاري اعلن رئيس هيئة الاركان اللواء محمد المقدش بدأ معركة التحرير وخلال عملية التصعيد حرر الجيش الوطني والمقاومة مناطق جبليام باتجاه ارحب وباتجاه مركز مديرية نهم تم تحرير جبلي المنارة الاستراتيجي والقتب وجبل المدفون المطل على خط صنعاء مأرب وتقترب المقاومة حاليا من نقيل بن غيلان حياتكم الله مشاهدين الكرام إذا انتبعنا هذا التقرير الذي يلخص فيه مجريات انطلاق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حتى اليوم أبدأ مع السيد يحيى الحاتمي من مأرب روكن إعلام التوجيه المعنوي سيد يحيى أعلنتم عن التحرير موعدنا وحملة عسكرية واسعة النطاق هل فعلا ستنتهي هذه المرة بنصر حقيقي واستعادة العاصمة الصنعاء أم ستكون كسابقتها من التصريح التي ما إن تبدأ حتى تنتهي المعارك المستمرة ودائما الجيش الوطني يصرح عندما يصرح ينفذ ما يقول والمعارك عمرها لم تتوقف كان هناك هدنة نظرا للوضع السياسي القائم والضغوطات الدولية على الحكومة الشرعية وأيضا الركون محاولة الحكومة أيضا الوصول إلى السلام الشامل والكامل ولكن الإنقلابيون يرفضون إلا الزجب اليمن في أتون حرب أهلية القوات الجيش الوطني والمقاومة الوطنية ويساندها التحالف العربي تقوم بدورها في تحرير وتصفية المناطق نحن الآن لا ننظر بسلبية نهائيا على ما يدور في المعارك نحن راضين عن أداء الجيش الوطني أين كنا بالآمس كنا لا نملك أكثر من 25 كيلو متر الآن نحن نسيطر على 80% من الأراضي اليمنية التحرير في طريقه والمعارك كان دائما هناك توقف الجيش نظر للوضع السياسي والتوجهة السياسية التي صدرت من القيادة السياسية مثلا بفخامة رئيس الجمهورية ونائبه ولكن الآن الجيش الوطني بعد أن قام الانقلابيون بإفشال مفاوضة الكويس الجيش الوطني سيطبق القرار 22216 وسيقوم بدحر الانقلابيين وأيضا على السعادة الدولة المنهوبة والسعادة الشرعية والوصول باليمن والجمهورية اليمنية وبث سيطرته على كافة الحدود اليمنية وأيضا على كل مقدرات الدولة الجيش الوطني بلنسان الدهام من المقاومة وأيضا الأحرار والثوار في كل مناطق الجمهورية اليمنية خاصة على سبيل المثال الآن المعارك الدائرة في منطقتنا ممديرتنا الجيش الوطني يتقدم بقوة كبيرة ويسيطر بمفق استراتيجية عسكرية مخططة ومرتب لها ويدمشي الآن العملية حسب الاستراتيجية هل التقدم الحاصل الآن في مديريتنا نعم سيد يحياء نعم سيد يحياء هل التقدم الآن الحاصل في مديريتنا هل يتواكب مع حجم الحملة التي أعلنتم عنها ربما الكثير يتحدث من الانقلابين بسخرية بأنكم لازلتم في تباب يعني تعلنون عن سيطرة كبيرة وفيناها هي عبارة عن تبة بسيطة لا تقدم ولا تؤخر في سير المعارك مع حجم المساحة الواسعة والطبيعة الجغرافية المؤقدة في مديريتنا نعم نحن الآن نخوض حرب على امتداد 45 كيلو مت في محافظة في مديريت نعم الآن صار هناك التشعبات وصارت هناك ايضا كانت في البداية بعد أن سيطرنا على فرضة نعم وبعد أن حرر الجيش الوطني فرضة نعم من الميليشيات الانقلابية كان الجو مهيئا أكثر ولكن التدخلات الدولية ووصول وإيقاف العملات العسكرية بالقرار السياسي والركون إلى الهدنة مكن الإقلابيون من تغيير استراتيجيتهم وإيضا التشتت والتشعب في بعض الجبهات نعم أستريحة كان هناك فقط ميمانة وميجر ورقم سيديحة عذرني على المقاطعة وميجرى ثلاث جبهات سيديحة الجيش الوطني نعم ما توقب مع المعركة الجارية الآن كنت قد سألتك في سؤالي بأن الطبيعة الجغرافية في مديرية تنم ربما يتحدث الكثير بأن تحول دون التقدم المطلوب وأمام حجم إعلان الحملة العسكرية التي تحدثتم عنها قوات الجيش الوطني مستعدة أنا كنت في الجبهة ونزلت إلى هنا من أجل أن أكون ضيفا عليكم بعد أن بلغت الضيفة المعارف تدور الآن على قدم المساق جبهة الميشرة في منطقة الجبل المنارة والعيدة والمنصاع الآن تتقدم إلى سدة العقران تقدم الجيش المشاهد أو المستمع أو المتلقي المعلومة يعتقد أنها تباب بسيطة لا تقدمها تأخر ولكنها سلسلة جبلية صعبة ومعقدة تضاريس مديرية نهم بلغت الصعوبة بالإضافة لا يوجد هناك طلق ولا يوجد هناك الكاسحات الألغام التي تطهر الألغام العدو دائما يسعى إلى إعاقة الجيش الوطني بالألغام العشوائية وشبكة الألغام التي تعيق الجيش الوطني يتقدم الآن باستراتيجة محددة واستراتيجة عسكرية وكل يوم يتقدم الجيش الوطني وكل المحرر لا تظن أنها تباب بسيطة أو مجرد أسماء ولكنها تضاريس وعرة ومراضق كبيرة العدو يدقه قر أنا أشاهدت بمعيني كيف يفرون وكيف يفربون لم يعد مع العدو القوى الكافية ليلجأ إلى الأساليب العشوائية ويلجأ إلى الأساليب المحرمة دوليا كزراعة الألغام العشوائية قوي جدا وبالوتيرها المطلوبة وبحسب ما أعلن وبحملة الإعلامية بالعكس الحملة الإعلامية لم تواكب فعلا الحدث ولم تواكب التضحيات التي يقدمها الجيش والتقدمات التي تحصل كل يوم كل يوم فوارح طيب سيدي الآن في هذه اللحظة تم تحرير التباب الحمراء والوصول إلى تببة القرناصين التي كانت تعيق الجيش الوطني أهمية هذه التباب نعم سيدي حيا نعم سيدي حيا سنتحدث عن أهمية سأتحدث معك في المحورة الثانية عن هذه النقاط وأهميتها والتقدم الحاصل في الميدان للمقاومة الشعبية والجيش الوطني في مدينة نهم أنتقل إلى تعز مع السيد محمد النقيب القادي في المقاومة الشعبية سيد محمد أنتم الآن في تعز مع إعلان هذه الحملة واسعة النطاق كما صرح فيها رئيس هيئة الأركان محمد المقدشي ما الذي تغير في المعارك في تعز منذ إعلان انطلاق الحملة أخي تعز اليوم يعني تعمل ضمن الإطار العام للمعركة القتالية في جميع جباهات الجمهورية وهي اليوم أعلنت النفير العام في جميع الجوامع والساحات والجباهات مشتعلة واستطاع المقاومون الأبطال في جبهة الشقب أن يحرزوا تقدم وأن يسيطروا على تباب إضافية لتكون قبل صبر بمجمله في شرقه وغربه وشماله وقنوبه قد تم تطهيره من الميليشيات بالإضافة إلى ذلك المعارك التي يخوضها أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني في أكثر من جبهة في الصل وفي الحمير في مقبنة بالإضافة إلى الصمود الأسطول الذي أبداه أبطال المقاومة الشعبية مساء أمس في اللواء 35 الذين صدوا هجوم من ثلاث اتجاهات حاولت من خلاله الميليشيات أن تعمل اختراق للأنساق الأمامية إلا أنها صدت أما ما يتعلق بالمحور ثعبات في المحور الشرقي لمدينة تعز فالمعارك ضارية واستطاعت المقاومة الشعبية أن تتقدم وتطوق حي قريش وهي في توقع المستمر رغم استماتة الطرف الآخر وهذا الحي يمثل معقل للحوثيين وهو بمثابة الخلية التي كانت تنشط من خلاله منذ ما قبل الانقلاب نعم سيد محمد إعلانكم للنفير العام ربما أعلنتم في فترات سابقة للنفير العام لكن لم نلمس أي تغير يعني كبير في سير المعارك هذه المرة أعلنتم اليوم النفير العام تزامن مع إعلان حملة عسكرية واسعة النطاق تقودها الجيش الوطني وبدعم قوات التحالف العربي هل يعني وافق هذا الإعلان دعم عسكري حقيقي بالنسبة لمقاومة تعز أولا أخي ما يتعلق بإعلاننا للنفير الأول كيف لم يتم تحقيق تعالى كانت المقاومة الشعبية محصورة من قولة المرور إلى قولة الإخوة في مدينة تعز وكانت مطوقة من كل الجهات وكانت اليوم المحافظة المدينة والعديد من مدينة المحافظة تم تطهيرها من الميليشيات اليوم الإرادة الجماهيرية أصبحت صلبة والمعانويات مرتفعة والروح التضحية والفداء علت إلى أعلى مستويتها لدى أبناء تعز اليوم المقاومة وأبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني يسطرون أروح صور البطولة والفداء رغم شحة الإمكانية نعم أن هناك قراءة قاصرة قد تكون ما تأخذ من زوايا سطحية لا تغوص إلى العمق وتأخذ الأمور بتبعض من قبل بعض القهات ومنها بعض من في التحالف وهذا أدى إلى التعامل بتعز بنوع من لم تنال حظها الأوفر مع التذرع مع التذرع ببعض الأشياء التي ليس لها أي حضور في الواقع العملي كون الفصائل المقاومة ربما هذه الجزئية نعم سيد محمد النقيب نعم سيد محمد ربما في هذه الجزئية تحدث فيها العقيد إبراهيم المرعي نعم سيد محمد بجهودا تكاملية بعد سيد محمد سيد محمد عذرني في هذه النقطة سيد محمد النقيب في هذه النقطة العقيد الخبير الاستراتيجي إبراهيم المرعي قال بأن تعز تلقت دعما كبيرا ولكن الإشكالية في عدم وجود نية صادقة من أبناء تعز لتحرير هذه المدينة هناك انقسامات هناك من يؤيد الانقلابيين يؤيد ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع وهناك أيضا عدم واحدية في أبناء المقاومة وفصائل الجيش الوطني وهذا سبب التأخير أما الدعم فأنا تعز تحظى بدعم كبير من قوات التحالف حقيقة قوات التحالف على رأسها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية هي قديرة بكل احترام وتقدير ويستحقون الشكر والإشادة لكن هناك بعض الأحيان هناك بعض الالتباس هناك بعض الالتباس أدى إلى ضبابية في الرؤية وأدى إلى الأخذ من زوايا عمل المخلوع من خلال تفعيله لأوراق معينة لإيصال رسالة سلبية إبراهيم مرعي وما طرحه هذا وقهة نظره وهي كانت من البداية إبراهيم مرعي يطرح وقهة نظر سطحية بطبيعة الحال لكن أن الدعم الذي قال عنه لم يكن بحجم المعارك المشتعلة تعز فيها جباهات متعددة ونطاق بغرافي مشتعل تعز حشد لها المخلوع والحوث 13 لواء وقصفه بجميع أنواع الأسلحة تعز نظرا لأهميتها الكبيرة لأن تعز أخي الكريم هي بوابة الحسم على مستوى الوطن لأن الوطن كله في تعز وتعز في كل الوطن تعز تحمل مشروع قامع تعز تحمل هوية قامعة وبالتالي فأصحاب المشاريع التذكيكية السلالية والأسرية والعائلية هم يحقدون على هذه المدينة التي هي صمام أمان للشمال والقنوب والشرق والغرب وأبناؤها مبثوثون في كل المحافظات وهم وكل المحافظات أبناؤها موجود في تعز وكثير منهم في قبهات القتال ليعملون بالسوية دون أي يعني مناطقية أو ما إلى ذلك تعز استطاعت أن تذب تلك الثقافة المتخلفة الظلامية القادمة على شاصات هذه الميليشيات ومع ذلك فالميليشيات تعمل بحقد دفين لمقابهة تعز والدعم الذي يقدم يعني لم يرقى إلى مستوى الإفاء بالاحتياجات الاحتياجات الواسعة والاحتياجات الميدانية في القبهات المتعددة نعم سيد نقيم إذا نعود لسيد يحياء الحاتمي ركن الإعلام في التوجهة المعنوي سيد يحياء إذا تحدثنا ميدانيا الآن أين يقف الجيش الوطني بعد سيطرته على جبل المنارة الاستراتيجي كم هي المسافة التي تفصل المنارة وبقية المنارة حتى تصل نقيل بن غيلان ربما هذا هو النقيل الأهم الذي يشكل عائق كبير أمام تقدم الجيش الوطني واستماتة الميليشيا على هذا الجبل الهام أولا أريد أن نعلق تعليق بسيط على كلامك على تعز وعلى المقاومة في تعز وما قدمته المقاومة في تعز نعم ضيفك الكريم تكلم وأوضح ولكن أريد أن نقول لك أن تعز واجهة جيش نظامي مدرب مؤهل ومليشيات انقلابية مدربة وتملك أسلاح الدولة بكل ما تعني الكلمة من معنى لأنما تعز واجهة الدبابة والمدرعة والصاروخ بصدورها بدون أسلاح بأسلاح الكلاشينكوف فقط بالنحبة لجبل المنارة الاستراتيجي وتقدمة الجيش اليمني والمقاومة الوطنية في مدير يتنه جبل المنارة كنت في أعلاه يوم أمس ومن هناك جبل المنارة تم استهداف مبنى الأمن القومي في منطقة صرف وكرسالة تحذيرية لجميع الميليشيات الانقلابية وأيضا للجميع لمن واليهم بأن الجيش الوطني قادم قادم تم استهداف هذا المبنى وهو على في داخل أمانة العاصمة الآن نحن على تسعة كيلو متر فقط من تسعة كيلو من مديرية أمانة العاصمة نحن الآن التقدم مستمر اليوم الجيش الوطني يحكم السيطرة على منطقة محلي ويحاصر ولم يبقى فيها إلا جيوب قليلة ولا يجد لهم مفار للموت أو الاستسلام الجيش الوطني يتقدم بخطة واثقة وباستراتيجية محكمة حتى تخف التكاليف أولا استنزاف للعدو وثانيا التقدم بأقل التكاليف الممكنة وباقل الخسار الممكنة نعم سيد حتمي رئيس رئيس دارة التوجيه المعنوي رئيس دارة التوجيه المعنوي ربما قبل ساعات من الآن صرح بأن المعركة الآن تفصل الجيش الوطني عن السيطرة على نقيل بن غيلان ربما ساعات صحة هذا التصريح من رئيس التوجيه المعنوي اللواء خسرو الرئيس دارة التوجيه المعنوي عندما يقول فيعلي ذلك أنه يعلم بواطن الأمور ويعلم ما يدور أيضا لدى القيدة العسكرية الكبرى نقيل بن غيلان الآن في مرمى ضربات الجيش الوطني نقيل بن غيلان محاصر تماما لم يعدناك إمكانية للتحرك لأي من الميليشيات أو تعزيز أم يأتيها تعزيز أو إمداد كل الآن من يوجد نقيل بن غيلان وحتى مسورة هو تحت ديران قوات الجيش الوطني ولا يمكن لأي تعزيز أو سيارة حتى الدراجة النارية أن تمر يستهدفى الجيش يستهدفى الطيران من تبقى من الميليشيات الإنقلابية سواء في منطقة ضبوعة أو في مركز مديرية النهم المديد هم تحت ضربات الجيش الوطني ولم يعد هناك أمامهم إلا الموت أو الاستسلام الجيش الوطني تقدم بخطة واثقة وخطة مدروسة الميليشيات الإنقلابية لم يعد أمامها فقط سواء القناصين وشبكة الألغام العشوائية التي تزرعها في طريقها الجيش الوطني يتقدم بخطة واثقة ويطهر المناطق كانت هناك مرك أهم وكر للحوثيين كالمنطقة النعيمات بالأمس كنت في هذه المنطقة والجيش اليمني يؤمن جميع مساكن ومنازل وأيضا ممتلكات الإنقلابيين وأتباع الميليشيات الإنقلابيين من أبناء هذه المديرية هذه المنطقة التي كانت تعتبر وكرا كبيرا للحوثيين هي منطقة النعيمات ومنطقة بيت السيد مقدار سيد حاتمي مقدار التنسيق والتواصل بينكم وبين الوجهات السياسية والقبائل في هذه المناطق الجغرافية المحيطة بالعاصمة الصنعاء هل هناك تواصل مباشر هل هناك أي نوع من التواصل مع هذه القبائل أو من هم لا زالوا في الجيش الوطني وربما يساندون للشريعية أم هنا قطيع بينكم وبينهم في أي استراتيجية عسكرية وفي أي حروب لا يمكن أن يغفل هذا الجانب وبالتأكيد الجيش الوطني له استراتيجية وهناك شخصيات مخصصة للتواصل مع كل الشخصيات الاجتماعية المؤثرة وعقال والأعيان في كل المناطق في محيط أو في الحجام الأمني لأمانة العصمة وداخل أمانة العصمة وفي بقيحة الجبهات التواصل موجود والناس تنتظر فقط وصول القوات الشرعية الآن ومثما حصل في منطقة بني فرج والمجاوحة عندما وصلت قوات الجيش الوطني إلى هذه المناطق انتفض أهلها في وجه الميليشية الإنقلابية وساند الجيش وتم دخول هذه المناطق بكل سهولة وقس على ذلك في باقية المناطق هناك كثيرون ينتظرون وصول الجيش الوطني إلى مناطقهم وسيعلنون مواقفهم بصراحة الآن هم تحت التهديد هم أيضا لا يمكن أن يتم الإعلان عن مواقفهم الصريحة وهم ما زالوا تحت رحمة الميليشيات الإقلابية في الوقت المحدد هناك مفاجآت الجيش الوطني يعد عدته القوة الشرعية أيضا لا تغفل أي جانب التواصل الموجود وسيكون هناك بإذن الله ما يوشعكم به وما يشرح صدور الجميع الأحرار والثوار في اليمن سيد النقيف في تعز اليوم كان هناك تقدم كبير ربما في العديد من الجبهات الأسباب في التغير الذي طرأ الآن على معظم الجبهات في تعز هل نستطيع القول بأن أبناء تعز باتوا هذه المرة أكثر جدية من أي فترة سابقة بأن التحرير قادم ولا يعني مناص من التحرير أخي معنوية الجميع معنوية أبناء تعز وقميع أبناء اليمن مرتفعة والإرادة الجماهيرية أصبحت أكثر صلابة لأن الجميع أيقا بأن لا يمكن بأي حال من الأحوال التعاطي مع هذه الميليشيات لا من قريب ولا من بعيد وأصبحت تهدد الحاضر والمستقبل والقبول بهذا المشروع سواء من المواطن في تعز أو في عموم محافظة الجمهورية ستكون كلفته مرتفعة على القيل الحالي والأجيال القادمة وابتالي فمقابهة هذا الخطر لا بد أن يكون والجميع اقتنع وأزال وزالت تلك الغبار الذي كان يشكله الخطاب الديماغوقي الانتهازي النفعي الذي كثفته وسائل إعلام المخلوع والميليشيات منذ أعوام وتكشفت حقيقة هذا المشروع الظلامي العدواني بأنه مشروع سلالي بأنه مشروع عائلي بأنه مشروع لا أمن ولا أمان لا للمواطن ولا لرأس المال ولا لمؤسسات الدولة ولا للمهام والاقتصاصات التي ينبغي أن يقام بها أصبح المزاق هو المتسيد وأصبح الداخل يعني يراق دمه والخارج والقيران مهددون يعني أصبح خطر هذا المشروع لأنه أساسا مشروع ارتهان مشروع مرتهن طيب سيد محمد سيد محمد التقدم الآن في نعم سيد النقيب نعم سيد النقيب اليوم هناك الكثير يتحدث هناك تقدم في مناطق ربما خطرة مناطق خطرة ومهمة خاصة في حي الجحملية وحارة قريش وغيرها من الأحياء الهامة في مدينة تعز وهناك سيطرة يعني تحدث عنها الكثير مقدار هذا التقدم وعني أهمية هذه المناطق بالنسبة للمقاومة الشعبية إذا ما تم السيطرة عليها هذه حارة قريش هي كيان دخل على تعز وقعلت منه الميليشيات الإجرامية نقطة انطلاق منذ ما قبل الإنقلاب للتوسع والانتشار وتطويق والتقدم الذي حصل الآن هو تم تطويق حي قريش والقوة وأبطال المقاومة هم بتقدم مدروس رغم الاستماتة الاستماتة التي تبديها بعض تلك العناصر التي تبقت رغم اندحار الكثير منها وأهمية هذه المعركة التي تدار أن مدينة تعز ستتخلص من ذلك القسد الذي يقاثم في خاصرتها وستتخلص من هذه القيوب المضراء لتعز وتعايشها ونسيقها الاجتماعي وأخوتها ولحمتها وتماسكها الداخلي نعم المساندة الآن سيد النقيب بالنسبة لتعز من طيران التحالف العربي إلى أي مدى ربما ستخدم المعركة على أرض الميدان وهل هي بالشكل المطلوب أم لا زال هناك نقص في المساندة من قبل الطيران يشكلوا حقيقة قوات التحالف يعني جميع دول التحالف يعني مشكورة وطيران التحالف اليوم قام بست ضربات قوية استهدف فيها معسكر الأمن الماركزية وما يسمى القوات الخاصة بالإضافة إلى استهداف العديد من الضواحي المدينة منها منطقة الشرمان ومناطق أخرى ما يقوم به طيران مشكور وهو مطالب التكثيف أكثر والتركيز على الأهداف العسكرية المتحركة لأن هناك انتشار لبعض القوات المتحركة وتحريك وإعادة التموضوع ونقل وما إلى ذلك فالاستهداف للأهداف العسكرية المتحركة للميليشيات ينبغي أن يكون على بشكل مكثف وبالإضافة إلى ذلك التنسيق والتكامل بالقود ما بين التحرك في العرض للأبطال المقاومة والاستهداف للأهداف التي ينبغي استهدافها من قبل الطير لأننا بطبيعة الحال أخي أن المقاومة الشعبية هي جهد محدود وإمكانية محدودة ونحن نقابه قيش بكل أدوات وقوات واستعداد كما قال الأخ الحاتمي وبالتالي دولة التحالف مدعوة بأن تقرأ الواقع بشكل صحيح بعيدا عن تلك التسريبات التي يعمل مطبخ الانقلابين على تسريبها بين أثنين واخرى ولا تتعاطى مع الموضوع بسطحية ولأن المصر مشترك أخي اليوم نحن نقابه خطر هذه الميليشيات التي تهدد الداخل وتهدد المنطقة بشكل عام المشروع إذا وئد في تعز فسيؤد على المستوى الجمهورية وسيؤد على المستوى المنطقة نحن نقابه مشروع إمامي متخلف فارسي مرتهن مطالب أن يقدر هذا القهد من الجميع والدفاع مشترك والمصير مشترك والعدو مشترك وعلى هذا نعم سيد النقيب أعود إلى الاستاذ الحاتمي في مأرب سيد الحاتمي هناك أخبار تقول بأن وصول العديد من المرات العسكرية والعتادة العسكرية الكبير إلى محافظة مأرب الآن وصول هذا المعدات تحدث البعض بأنها عبارة عن مدرعات ودوريات عسكرية لحفظ الأمن ما بعد تحرير صنعاء هل بات الحديث الآن فعلا عن ترتيب ما بعد تحرير صنعاء ولا زل قوات اليش في نهم قوات التحالف المشكورة قامت بدعم الجزة الأمنية وخاصة التابعة الأدارة الثاخرية الآن الجيش تقدم وكلما تقدم إلى منطقة يوكل مهمة حفظ الأمن والاستقرار فيها للأجهزة الأمنية وعلى الأجهزة الأمنية أن تقوم بأداء دورها على أكمل وجه التعجزات التي وصلت تعزز أيضا الخيارات الحسم العسكري وتعزز أيضا من تقدم الجيش الوطني والمقاومة الوطنية وبالتأكيد سيكون لها الدور الأكبر وستحدث فارق كبير في حفظ الأمن والاستقرار في أمانات قلم حررة نحن الآن داخل أمانة العاصمة ويخطئ من يقول أننا بعيدون عنها وأننا ما زلنا في نهم نهم هي أحدى مديريات محافظة الصنعاء ونحن الآن على مشارف أمانة العاصمة وعلى بعد ثمانية إلى تسعة كيلو من أولى مديريات منطقة أمانة العاصمة وبالتالي لابد أن الجيش الوطني والحكومة اليمنية تعمل حسابها لكل الأشياء وتحمل للمستقبل وهي الآن في طور التقدم وبإذن الله ما هي إلا ربما ساعات إنجاز التعبير حتى نصل إلى أولامي مديريات ونطقة العاصمة وسيكون تحريم ما بعدها سيد يحياء الرئيس هيئة الأركان تحدث بأن هناك عملية واسعة نطاق ستنطلق في أكثر من جفة ربما إلى الآن لم تتحرك سواء جبهة نهم بقية الجبهات ما هو حالها كافة الجبهات أيضا تعمل على وثيرة عالية من أجل التنسيق فيما بينها ومن أجل أيضا تحقيق هدف الخطة المرسومة رئيس هيئة الأركان العامة يشرف بنفسه شخصيا على سير العمليات العسكرية في كل المناطق التي المستهدفة وفي كل محاور القتال هناك خطط عسكرية وعندما يعلن عنها شخصية كبيرة كالرئيس الأكبر للجيش كرئيس الأركان العامة فبالتأكيد تعني أن هناك عملا عسكرية حاسما سينفجر في أكثر من مكان وسيكون في الوقت والمكان المناسبين وربما هناك خطط استراتيجية الجيش يحجم الإفصاح عنها للضرورة العسكرية وأيضا للوازم الأمنية الآن بإذن الله الجيش الوطني والمقاومة الوطنية ويساعدها التحالف العربي عازمون على الحسم العسكري وعازمون على تحرير كافة اليمن من الميليشيات الإنقلابية وبإذن الله عما قريب سنصبح أخبار مهمة جدا وسيكون بإذن الله البشرى لأهل صنعاء وأيضا بقية المحافظات التي مازالت تقبع تحت رحمة الميليشيات الإنقلابية نعم سيد الحياء الكثير يتحدث عن بعض التخوفات لا سلما مع التجارب السابقة بأنه كلما تقدم الجيش الوطني تظهر هناك ضغوطات دولية لحل سياسي لهدنة معينة وهذا ما يسبب انكسار لأبناء المقاومة الشعبية والجيش الوطني الذين يعني يتوقون لتحرير صنعاء وتحرير الدولة والعودة إلى منازلهم وإلى يعني قراهم التي شردوا منها ما صحت إذا ما حدث مثل هكذا يعني حديث هل فعلا سيتم أم القرار اتخذ وبلا رجعة بالتأكيد هناك ضغوطات دولية وهنا قوى إقليمية تعمل بالخفاء من أجل إفشال الحسم العسكري حاول المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الشرعية من أجل إعطاء فرصة الإنقلابيين بالتمدد وإعادة التموضع وترتيب صففهم لكن أبشرك وأبشرك الجميع بأن الجيش الوطني الهمم العالي التي تصعدت إلى أعلى جبال المنارة قادرة على أن تصل إلى صنعاء وإلى مران وإلى كافة محافظة الجمهورية التي تقبع تحت الميليشيات الإنقلابية وتحت حكم الميليشيات الهمم العالية والمعنوية المرتفعة لأبناء الجيش الوطني والمقاومة الوطنية هذه الهامات العالية لا يمكن أن تنكسر ولا يمكن أن ترضى بالخضور والاستسلام ولا يمكن أن ترضى بأن تنتقص من حقها ومن تضحياتها التي قدمتها على مدى الأشهر الماضية في معارك الدفاع عن الجمهورية والحفاظ على الشرعية وإعادة الدولة اليمنية الحقيقية إلى مكانها الصحيح الجيش والمقاومة عازمون على التحرير ولن يتوقفوا حتى يكون النصر والحسب التضحيات كبيرة والتضحيات جسيمة وما مر به الجميع لا يمكن لأحد أن يتجاهله ولا يمكن لأحد أن ينتقص منه أو يسلبه حقه في الوصول إلى تحرير الأرض وإعادة الشرعية إلى الجمهورية اليمنية كاملة نعم أعود إذا سيد محمد النقيب لا يمكن أن يتوقف ولا يمكن أن يخيب لا يمكن أن يخيب ضن أبنائه بالرضوخ والاستسلام تحت أي ضغوط أو تحت أي ضغوط دولية نعم سيد محمد النقيب الآن مع إعلان هذه الحملة هل هناك الآن تواصل مباشر مع قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب لدعم تعز الدعم الحقيقي الذي ينتج عنه انتصار حقيقي على الواقع أم لا زال هناك يقتصر على الدعم البسيط والمساندة البسيطة التواصل قائم أخي والقهد مشترك وطلب مطروح على القيادة وهم بطبيعة الحال يعني واضعين هذا الأمر على التحالف وهناك آمال خلال الأيام القادمة وهناك وعود إن شاء الله تتحقق إلى الأيام القادمة وبشائر إن شاء الله تتعبر إلى حيز الواقع والجميع بطبيعة الحال مطالب أن يتفهم الحالة التي تعاني منها المقاومة الشعبية بمحافظة تعز وشراسة وتكالب والتكالب الحاصل من قبل الميليشيات والحشد الغير عادي ومحدودية الموارد التي لا يستطيع بطبيعة الحال أن تفي بالاحتياجات مع التوسع القبهات التسعات رقعة المواقهات بشكل كبير والميليشيات حاولت بأساليب منتوية وبيتكتيكات معينة نعم سيد محمد التقدم الحاصل الآن في حيفان ومنطقة الأحكوم التي تريد الميليشيات ربما السيطرة عليها وهي آخر خط إمداد يربط تعز بعدا الصورة الأوضحة الآن لمجرية المعركة هناك في هذه الجبهة وهناك أخبار تحدث بأنه تقدم كبير لصالح المقاومة الشعبية هناك ترتيبات فعلية للقبهات المشتعلة في الحقرية وتم إعادة النظر في قضايا عدة والأيام القادمة ستكون حبلة بالمفاقعات والبشائر إن شاء الله للداخل والخارج لأن الميليشيات تسعى من خلال هذا التوغل ومن خلال هذا القتل والقصف والانتشار في مناطق التي محاذية للشريط الذي كان قبل تسعين الهدف منه الفصل الشمال عن القنوب نوايا لتمزيق الوطن وتمزيق النسيق الاجتماعي والتفتيت وهي تعمل لأجندات نعم سيد محمد النقيب لذيق الوقت نعم سيد محمد لذيق الوقت رسالة المقاومة الشعبية والجيش الوطني وأبناء تعز للانقلاب وأيضا لأبناء الشعب اليمني مع انطلاق هذه الحملة التحرير موعدنا نختم بها منك تفضل أخي الشعب اليمني مطالب اليوم بجميع فئاته أن يقوم باستكمال ثورته التي بدأها في 11 من فبرار عام 2011 والتخلص من هذه المخلفات الماضية لبناء دولة المواطنة المتساوية والخروج من النفق المظلم الذي أدخلته الميليشيات وتريد أن تعيده نحن أخي أمام خطر كبير هدد وأضرب الشعب اليمني خلال قرون مضت استنزف طاقته واستنزف جهده وقع على فعاليته تنكفئ إلى الداخل واليوم الشعب اليمني بجميع طيافه لا بد أن يصحح هذا الخطوة أن يتخلص من هذه المشاريع الظلامية الدخيلة على اليمن أرضا وإنسان ونشيد بما تم ونريد المزيد وطالب جميع أبناء الوطن الالتحاق بصفوف المقاومة من يستطيع أن يكون ضمن أبطال المقاومة ويلتحق بمراكز التدريب ومن يستطيع أن يمون ومن يستطيع أن يدعم ومن يستطيع ومن لم فالدعاء لأبطال المقاومة والجيش الوطني بحق ما سأل إلى الإسناد والمعازرة من قبل جميع أبناء الشعب اليمني هذا الشعب العظيم هذا الشعب المحارب هذا الشعب الأبي هذا الشعب اليمني الذي ظن الإنقلابيون أنهم سيخضعونه ويذلونه وهو شعب أبي مارد شرس لا يمكن أن يخضع أو يركع شعب أبي هذا الشعب الذي كان له تاريخ حافل منذ ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخضع لهذه المشاريع التكتبية نعم سيد محمد أو أن يجعل من اليمن منصة انطلاق لإيذاء القارة الكبرى أو لتمزيق الهوية الجانعة سيد يحياء الحاتمي أيضا نحن الآن مشروع هل معركة صنعاء تفصلنا عنها وعن تحرير صنعاء ودخول صنعاء أيام أم لا زال الحديث يحتاج مدة أطول بالتأكيد هي أيام بإذن الله وإيام قليلة بإذن الله الميليشيات الإنقلابية بكل ما تعنيها الكلمة أنا أقولها وأنا أعين ما أقول الميليشيات في آخر رمق لها الميليشيات منتهية الآن كل الميليشيات ومرتزقتها المتواجد داخل نهم أو داخل مدينة نهم محاصرون من كافة الاتجاهات كل الإمدادات الآتية من الخط الرئيس ونقيل إبدغيلان محاصرة تماما لا يمكن أي إمداد أن يصل إلى الميليشيات الإنقلابية وبإذن الله في الأيام القادمة بل بالساعة القادمة بإذن الله ستسمعنا أخبار سارة وسيكون هناك تقدم كبير للجيش الوطني والجيش والمقاومة عازمون على تحرير اليمن بإذن الله وليست فقط فرعاء من الميليشيات الإنقلابية واستعادة الدولة والشرعية واستعادة الحقوق والحريات واستعادة الحياة الطبيعية التي يستحقها كل أبناء اليمن التي صادرتها هذه الميليشيات الإنقلابية وسعت أيضا إلى التحكم باليمن وكل مورد واستعباد الناس وأيضا سلب الحقوق والحريات التي تعود عليها أبناء اليمن الجيش بإذن الله قادم قادم وبإذن الله صنعاء قريبة جدا ولن يحصلنا عنها إلا أيام وإن ذي الله نعم سيد يحياء كلمة آخيرة فقط هناك تخوفات كبيرة ربما من المواطنين في المناطق المحيطة بصنعاء وأيضا سكان العاصمة بأن ربما الكثير أرسل رسائل سلبية تنبي بتخوفات كبيرة من دخول الجيش والمقاومة إلى صنعاء أحب أن نطمن الجميع الجيش الوطني والمقاومة الوطنية يحافظون ويعملون في حسبانهم كالحقوق والحريات وممتلكات المواطن كل بيت التحذير الذي أصره الجيش قبل أيام والبيان الذي أصره الجيش الوطني قبل أيام من تحذير للناس من استخدام منازلهم أو استخدام مناطقهم من قبل الميليشيات الإنقلابية كل من يتم إطلاق النار من منطقته أو من بيته سيستهدف أما غير ذلك فهو آمن من دخل بيته فهو آمن ومن لجم أو حافظ على منطقته وعلى قريته وعلى قبيلته الشعب تصنع ميليشيات الإنقلابية بل نحن دولة ترعى الحقوق وترعى الحريات ترعى المواطن وتحافظ على حقوقه الجميع بأن حتى الجيش الوطني يحجم عن استهداف المناطق التي تواجد فيها الميليشيات خارج منطقة الحسارش وخارج منطقة الميليشيات أشكرا جزيلا الشهر نعم نحوضا عن يسخط مدنيين أمرياء الجيش يستطيع الوصول أو القصف حتى مطار صنعاء ولكن مع ذلك حرصا على المواطنين وعلى أرواحهم الجيش الوطني تقدم بتكتيك مهم جدا نعم حتى صنعاء بإذن الله سيتم دخولها المقدم نعم سليع عذري المقاطعة لانتهاء الوقت لانتهاء الوقت المقدم يحياء الحاتمي ركن الإعلام في التوجيه المعنوي وزارة الدفاع كنت معنا من ماري شكرا جزيلا لك الشكر أيضا للقيادي في المقاومة الشعبية محمد النقيب كان معنا من تعز والشكر موصل لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في الختام تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل أسامر القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج نلقاكم الأسبوع المقبل بحلقات جديدة من فضاحر حتى الملتقى حفظكم الله والوطن في أمان الله اشتركوا في القناة